اشتركوا في القناة 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 هلأ بس الافوكاة. ما أنه قبل بحلقات حزكتنا من الافوكاة كنا ناكله على أروجوه نحن نقوله هيدا شي دهون مفيدة ومهمة للبشرة ومهمة لقبل السبور ناكل ثلاثة أربعة أفوكاة بقيتنا ناكل إذا بناكل بورشون قد قد أصبعين خليباً. هو يشوفي إذا قصينا الافوكاة يعني تماني شقفات. تماني. اه تمان قطع. قطعة واحدة منهم هي لحزة الافوكاة. قد أصبعين يعني. اه اه. خمسة واربعين كالاري هي القطعة واحدة بين ثمان القطعة MICHAELALE hmm وتدلع 45 کالاري. تمّل عمومي من الأساس؟ لا هي مهمة الافوكاة كتير. شو مهمة؟ اتنا عادي حكييها الله. في الظهون ال prof MotoDA FET والمpm ال 6 bية مطلين. هذه الدهون المشبعة. في الظهون المشبعة Luk 2015. الافوكاة هي كمان مليان فيها انتي اكسيدنط مع انه هي مانة فواكة هي دهون نحسبها ابدا بفئة الفواكة الافوكاة ما فيها سكر ابدا ما تحطلها السكر وعاسل كمان ما لازم الافوكاة لازم نأكل شعفة صغيرة مثل ما قالت بس المهم فيها انه فيها فيتامين سي فيها فيتامين كاي فيها فيتامين بي ناين يعني فيها فيتامين المهمين البي ناين هنا كل شي بي معروفين انه مناح للبناء شعر وبشرة لكل هو كمان بس كمان الاهم شي كمان للدماغ وكمان مهم للافوكاة للتركيز ولا المماري يعني بخلينا نحفظ بطريقة اسرع او يكون ما يصير عنا تردع من ورقة الفحص طيب شو ممكن شي مثلا مثل الافوكاة في نفس الشي وما ينصحنا على الادوب ناكل بورشن اكبر ما هو كل شي يعني افضل شي الواحد خلال البحث ودايما يكل كل شي يعني يكل افوكاة وغيره بس بمودريشن باعتدال يعني في عنا كل الانواع يمكن بنصحه بس نا لا باعتدال لازم ناكله كمان حليب مع مونز بلا السكر هلا ايه فيه كمان يحط فراز وكمان فيه زيدهم على الترويه على الافوكاة فيه حطهم مع كورنفلاكس فيه زيدهم على الترويه قبل الفحص فيه مش غلط اذا زاد ترنش اكيد او سالات كمان فيه زيد الافوكاة على السالات هلا عنها الشمندر الشمندر هو طيب كمان وكمان ما بنصيح مش مثل الافوكاة الشمندر كباية منه فيه 58 كالاريه كباية يعني شو بتعلم كباية يعني الكاب المثل يعني 250 مليليت يعني هلقات تقريبا فيها يعني مش كافكير ثلاث كافكيرات لا مش ثلاث كافكير ونص كافكيران ماكسيموم من صغير كافكير لصغير اذا كافكير لصغير بيقطع بس بيطلع ثلاث اذا كافكير لصغير الممسوح مش الفايت لجوه هلا شو هو الشمندر النيح بحسن الدورة الدموية اللي واصلة على البماغ والأكسجينيشن يعني بتصير الأكسجين والدم يوصلوا أحسن على البماغ ما يصير في قطع يعني أو يوصل أبطأ فشو بيكون هيدا منيح كمان للتركيز يعني الكنسنتريشن الشمندر كتير مهم كمان كمان لحقر الدم مهم مزبوط وفيه فيتامين اي وفيه فيتامين سي وقدم قبل السبار بيقولوا تك ليه كمان لانه سكر سكر وقليل السكر وسكر باطير يعني بيدعيني تتحرق بسبار هذا كتير مهم للشمندر يعني حتى الصبح قبل الفحص اذا اكلوا هيك شوية شمندر قبل الفحص لانه بيدعينوا ما رح يحسوا بالجوع وفيه كمان فيه جميع انواع المعادن والفيتامينات فيه مانيازيوم فيه كوبر فيه سيلانيوم فيه فيه فيتامين بيناين فيه حديد يعني فيه جميع انواع الفيتامينات اوكي وشو كمان بعد لازم كأنها أكلت الفواكة. لكن سيدة أحبت الفواكة أكثر سكرية. هناك كل شيء. كالسون، مانيازون، وفيتامين سي. هناك البلوبرز يأكلون على ترويئة في نهار الفحص. يأكلون مع أوتس، مع كارنفلاكس. يأكلون نهار الفحص. هناك أيضاً البروكولي. البروكولي دائماً بحكي عننا على كل شيء فويضة كماناً هون كثير مهمة. البروكولي مهمة لكل شيء يعني. تعم بقرأ، عم بشوف بمحال يعني ريبرورتاج. إنو حاتين ميت. كل ميت جرام ميت. دي فيها كالوريز وبروتين. تلا البروكولي فيها أكثر بكثير. ميت جرام فيها واحدة وأربعين جرام بروتين. الميت فيها ثمينة وعشرين جرام. وما فيها ساتوريت اسفاد أبداً يعني دي مهمة. بس منا طيبة هي المصيبة طبعاً. ليس كثير يتعود عليها. ليس يتعود عليها. حتى فيها تبتكل فيها عم بيقولوا أنه نية فيها أنتي أكسيدنت. فيها القصص اللي نهمة أكثر من أنه قتال واحد يسلق. بس على كل الأحوال يعني منا أهل أكثر طيبة. منا أكثر طيبة. ثلاث فيها عالم بيتقبلوه بس منا طيبة. وشو فيها؟ فيها أنتي أكسيدنت متل ما قلنا. متل كل اللي أقولون. وفيها فيتامين سي. فيها فيتامين سي كمان كتير مهم. هلأ كبية بروكولي فيها 28 كالوري بس. يعني كبية متل كفكرات القلطن. صح ماشي. فاهمنا شي. يعني إذا الواحد تقبلها. طيب كمان الواحد يكلها. هلأ فكر كرميل ما الواحد ينصح بس. صح. شو كمان بعد عنا؟ بس كمان في أهمية البروكولي. لأن الواحد قاعد كل الوقت ممكن يعمل أمساك. صح. فيها كتير كمان فايبرز ومي. كمان الواحد يتعد شوية عن الأمساك. أنا كمان الكرافز أو السالري. بره بيتناولوه أكثر من هون من عنا من لبنان. هلأ السالري هنا يكلوها يعني مثل الجزار. يعني كمان ممكن تتاكل دائما. صح. صح. صح فاويدة كمان ودكية كالوريكة. فيها فيتمن كايسي والبوتاسيوم والفوسفار. فيها كالسيوم. هم. السالري كمان بتتاكل مثل السناك. ومحلة شيبس يعني الواحد في يكلها. وكمان بتمنع يعني أحسن للتركيز. وبتمنع الكمساك. لأنه كمان كتير مليونة ماي. جيد. أوكي. هلأ كمان بعد عنا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بنصح لأنه زيت بالنهاية. بس هو كتير منيح كمان للتركيز. كيف يتناولوه مثلا مع الطبخ أو كيف يتبخوا فيه. لا. أو نيل. مع النيف ينزدوه مع السالد مثلا نحطه زيت وهيك وشوية جوز الهند. هو أصلا زيت جوز الهند كتير منيح لغير قصص حتى للشعر. صح. لا لا كل شي. فكمان منيح للبدو يحضر. فكمان يأكلوا هكي سناك. طيب ذكر المشاهدين قدام وكان يأكلوا كمان بوب كارن. أكل ثلاث كبيات إذا بلا زيت. أكيد أكيد ذيك عم نحكيون أكيد. فكمان يأكلوا ثلاث كبيات حطوهم بجات ويأكلوهم مرتاحين وبلا وجع ضميات. حتى لتت يأكلوهم بلا وجع ضميات. فكمان يأكلو كمان. إذا كانوا مقاللين نشويات بغير وقعت يأكلو ستة كمان. طيب خلينا نشوف هلاء شو ما لازم يأكلو قبل الفحص. نبدأ هلاء. قبل الفحص ما لازم أبدا أبدا يشربوا قبل النهار لأنه فيها الأدولات السايرين يشربوا ألكال. فلا كتير غلط يشربوا قبل النهار ألكال. قبل نهار الفحص بدون أن يبتعدوا عنهم. الآن الفاستفود يوجد منع بيت ان يتعادوا عنهم قبل الفحص وهم يدرسوا الفحص فقط. لا يعني فاستفود بدون وقت لا ينهضمه. وبدون وقت كمان بدون أنرجي لا ينهضمه. هلأنرجي بدون ما نستعملها نحن لفحصنا حا نكون عم نستعملها لنخضم الفاستفود. فحا نكون عم نشيل أنرجي من وجهنا، سيكون تركيزنا أبداً بالمرة وقبل النهار الفحص لا يجب أن يتناولوا تركي أو الحبش لأنه لا يوجد كالوري ولكن هناك ألتليبتوفان بسبب النعص إذا تناولوا نهار الفحص سيكونوا نعص سنين نهار الفحص يبتعدوا عنه كمان أحكي عن أهمية الماء لنهار الفحص النهار الفحص ونهار الدرس بكل أيامنا العادية تقتيب الدمهم لبشرتنا جزءنا أول شيء مكون من ستين بالمئة ماء إذا نزل شوية عن ستين بالمئة في حسب الفات منهم أقل من ستين بالمئة هو حسب كمية العضل إذا نزل شوية عن ستين بالمئة سيبدأ الوحد يحس بعوارد الجفاف ماذا نعوارد الجفاف؟ فوجع راس التركيز تعصيب كمان بنشف التم كمان وقت الوحد يحس بعطش يكون هو نقص ماء فلازم الوحد شأنه يحس بعطش يشرب لأنه يكون نقص ماء ما لازم الوحد ما لازم كل الوقت يخلي أنينة الماء حده أو ماهو كمان تمام يوصل لمنحلة العطش مصبوط وفي تبس صغيرة بحب أعطيها أنه في أبليكيشن حتى على التلفون بذكرون أنه نشرب ماء بيحطوا يعني بذكرونها كل شوية نشرب ماء بس يعني هي بتعمل موتيفيشن لأنه كل الوقت الوحد بيزير يزيد كبات الماء اللي شربها بيزير تعمله ريكر يعني قد يشرب ماء بالنهار صحيح ماهو لو بيعك في قد الوحد الماء مفيديك ما بيتو كبات الماء من أيضا مصبوط منيح على كل شي يعني البشرة وكل شي صحيح صحيح وشو بعد ما نحكي هلأ عن الشوكولة عن الشوكولة هلأ الشوكولة هو كتير منيح بس كمان منه منيح نفس الوقت شوكولة بس مش معقول وحد يكون مرحلة استرس يعني وما يأكل شوكولة هاي دي كتير صعبة هلأ في يأكل شوكولة بس أكيد شوكولة بكميات ما تدلة يعني مثلا تقول أدي فيون شوكولة كالوريس قريبا هلأ عنا أول شي تليت أنماء شوكولة شوكولة الأبيض شوكولة المر وشوكولة الحلو صحيح شوكولة الأبيض منهم في عنا الويفرز كمان مظبوط بس هيدول الويفرز نستفيد من الشوكولة كشوكولة لأنه شوكولة الأبيض هو منه شوكولة مظبوط لأنه بس في زبدة الشوكولة زبدة الكاكاو وكمان في زيت النباتة وفي سكر وفانيل وفي حليب يعني لا فيه أبدا من حبوب الكاكاو أما الشوكولة المر وشوكولة الحلو هن فيهن حبوب الكاكاو وهن هؤلاء يجب أن أكلهم لكن مثلا أنا أريم بملاقة شوكولة شبس بيضة وملاقة شوكولة شبس غامقة وملاقة شوكولة شبس يعني شوكولات حلو بالشوكولات حلو والدارك وفيهن تقريبا 80 كالوري أما الأبيض فيهن أكثر يعني إذا فيهن 70 إذا فيهن 80 إذا فيهن 90 يعني دائما الأبيض أكثر بشي 10 كالوري من الثانيين إنه بيجمعه بس إنه ملاقة بس عم نحكي فشوكولة بنصح بس شوكولة أبيض حتى أكثر وما فيه فوائد هلا كمان شو المفيد بالشوكولة عنا الفلافونايد هن المفيدين البشوكولة وفيه عنا بالقلب الشوكولة مش بس الدهون المشبهة عنا الدهون الغير مشبهة بقلب الشوكولة فالدهون الغير مشبهة كتير مهمين أما الدهون المشبعة هن اللي بيقزوا بالشوكولات فمن هيك نحن نفضل كاكاو أكثر من الشوكولات يعني إذا شربوا كاكاو أفضل بكتير من أنوا يأكلوا اللق شوكولات كم يوجد كاكاوو ليت هالشوكولات ليت كم هنا مضبوط مطعمين وما فيهم شي كالوري مكسموم مصبوط مكسموم مصبوط بس تنقاري نشغل أنه الواحد عايز فلافونويد كرمال يساعد للتركيز ويساعد للميموريت أعيز 400 ميلي جرام فلافونويد هولب يتخذوا ب30 بار شوكولات يعني نحن أكيد مش هنأكل 30 بار شوكولات لتزيب المموري طبعنا فشو الحال في إذا كبيتين كاكاوو كونسانتراف أكيد بلا ما يسدونوا السكر وهيكي يشربوا كباية مثلا الصبح كباية عشية كاكاوو أعطيك أو هوت شوكولات يعني إذا جابوا الكاكاوو أحسن من هوت شوكولات يعني حطوا كاكاوو ملعات كاكاوو مع ماء سخنة ماء سخنة وحليب بدل سكر أفضل حليب غير من الدسم وينغلوا؟ ينغلوا أو لا بس يتحقق لا ينغلوا أكيد أكيد حيفيدوا أكثر من الشوكولات لأنه أول شغلة هيكونوا عم يخدوا كالسوم من الحليب وحيكونوا عم يخدوا فار من الكاكاوو الكاكاوو فيه فار أكثر من اللحمة على فكرة صح تبقى ديفية كالورية الكاكاوو؟ حلا حسب كل براند شيء بس إنه إجمال إذا ملعة كبيرة مثلا مسطحة أكيد هلأ أكيد بكباية اللي هيشربة الواحد هيغلي ملعة كاكاو يعني ثلاث ملعة كاكاوو مع شوية حليب ثلاث ملعة غار أكيد مش كبار هلأ لا إذا بدي عمل ركوة بكملة هلأ بدي عمل إذا بدي عمل كمية قليلة لا ملعة ملعة كاكاوو ماء حليب ملعة كبيرة بتأسدي ماء حليب هيكون فيها الكبية لا أعدي لحالة لأنه ممكن الحالي يكون لايك وممكن مش لايك كثير مرة لأنه فيها مثل القهوة إذا يتقلوها مثل القهوة إذا ملأ على حالة ستكون 80 كالوري نيحة يعني مقبولة جدا مقبولة هلا في بعض عنا غير أساس مثل عقدة السفرة يعني فيون يكلو سناك صفوف في عنا الروزماري كمان كثير منيح أو إكليل الجبل كمان منيح وقت البحوصات واللي يدخلوهن في عنا مية إنه الزعتر كتير إنه خرافات إنه الزعتر كتير مية صحيح إنه كل زعتر بيصير دماغك كباوري يعني كباورفول محصة أبداً لأنه الواحد ما عم يأكل بروتيين بالعكس هيجوع وقت الفحص ومش هيركز هيكون جوعاً وقت الفحص فالأمام منها طلعت الدراسات مش مظبوطة أبداً هلا كمان بعد عنا مثلاً يعني بذر دوار الشمس بذر دوار الشمس كمان وإنه كثير مهم لأنه بذر ما يأكل تشيبس كما في عالم بيعابلوا كريفينك ع المالح فبدر ما يأكله تشيبس السنفلاور سيدز كثير مهمين وقت الفحص أمضاء كالوري ملاعقتان يأكلهم مش أكثر يحطوا ملاعقتان ويأخذوا وقت حطوا ملاعقتان ويضبون يقولوا لهم أخذوا لهن لا يسوصهم. فالواحد مظبوط. لكن يبدو يبدو أن يوقف. الجوز مهم كما تبحث. الجوز أصلاً كما نعرف شكله مثل الهوض. شكله مثل الهوض ومهم كمان للهوض. مظبوط. الجوز مناح للتركيز ومماري كمان. هؤلاء كل ما قلناه المناح للمماري. يجعلوننا يمكن إذا أكلنا منهم دائماً وتنوعنا بالأكل تخفي الاحتمال أن يصبح رودو مماري. لهذه الدرجة مهم الأكل بحياتنا. والجوز كمان لكان فيه فيتامين اي وفيتامين بي. لأنه اثنانات الممناح. هلأ. بعد فيه. أخيرها لأنه بعد عنا دقيقتين تقريباً. بعد فيه شغل لأنه السلطونة يجب أن يبتعدوا عندنا كمان. لأنه مهمة فيها بوطين. مصبوط. الميركري. الميركري عنده تأثير سلبة. من فضل أنه يبتعدوا عنه للميركري. الساردين مناح. نسينا نقول هذا الشغل لأنه كثير مناح لسمك. سمك سالمون. خصوصا الأيليفش. الساردين كثير مناح. كمان على قصة الترودوامور. وكثير مناح للتركيز. إذا أكل قبل النهار فحصه عشية تعشى. سمك كثير مناحة. أنه خفيفة. ومن نفس الوقت تساعد البرين. مصبوط. ما لازم يكون أكل دي سيم كرميلة الواحد يقدر ينام. يعني قبل نهار الفحص. نحن فهمنا من الشركة وجديك معنا. من الشركة على المعلومات الحلوة. وأنا نتمنى لكل تلميذ المشاهدين اللي عم يتابعونا كمانا. أنه ينشحوا بفحوصاتهم. وكمانا يتوفقوا ويتفوقوا كمانا من نفس الوقت. ما تنسوا إعادة ساعة 12 ليلا. ما تنسوا كمانا حلقاتك اللي عم تنحضر على اليوتيوب. وما تنسوا تعملونا كمانا لايك على الفيسبوك. مشورني. اشتركوا في القناة